تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أزدل الستار على منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي نظمها الاتحاد الملكي على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن نجاح البطولة سيكون دافعا في مواصلة تنظيم بطولات جمال الخيل ضمن الخطة التطويرية الهدفة إلى زيادة التعريف بالإنتاج البحريني الذي ضرب أروع الأمثلة في تأكيد مكانة هذه الرياضة العريقة مبينا سموه أن هذه البطولات تنعكس بالإيجاب على المشاركات البحرينية الخارجية التي حققت العديد من النجاحات في الفترة الماضية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطولة تعتبر علامة فارقة في بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة وتشهد على الدوام مشاركة كبيرة ومنافسة قوية ومثيرة أبرز فيها العارضون معالم وجمالية الجياد مبينا سموه أنه حريص على توجيه الاتحاد في مواصلة تنظيم البطولات التي من شأنها مواصلة ارتقاء بهذه الرياضة العريقة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للمشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة وإخراجها بأفضل صورة تنظيمية في ظل الجهود التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة والأجنة المنظمة وكافة اللجان مشيدا سموه في الوقت ذاته بحرص الملاك والإستبلات والمربين على المشاركة الواسعة في البطولة وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لكافة الفائزين في البطولة في مختلف الفئات مشيدا سموه بالإمكانيات العالية التي يمتلكها الملاك والإستبلات والمربون وقدراتهم في تقديم عروض مميزة في البطولة هذا وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات وكانت البطولة أقيمت على مدار يومين من التنافس المثير والمشاركة الواسعة من الإستبلات والملاك والمربين حيث تميزت بإنهاء موسم مثالي لجمال الخيل العربية 2020-2021 بعد بطولات عديدة نظمتها لجنة جمال الخيل اشتركوا في القناة